الحيازات غير القانونية للأراضي وإقامة مشروع استثماري ذو قيمة مضافة في محافظة شمال الباطنة وصيانة مجاري الأودية في بلدة البداية والقرى المجاورة في ولاية السويق أبرز ما استعرضه المجلس البلدي بالمحافظة في اجتماعه الخامس هذا العام وناقش المجلس خلال استضافته عددا من الجهات الحكومية الحلول المستقبلية لهوايات الشباب كسباق السيارات والمراكز الصيفية في محافظة شمال الباطنة للعام الجاري بالإضافة إلى مناقشة طلب إعادة تهيئة طريق وادي حيبي ترأس الاجتماع سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة رئيس المجلس